السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم شباب ان شاء الله بخير. وياكم اخوكم حسين الغانمي. اليوم هاشرح محاضرة الصدفية. احنا عالجندية شرحنا محاضرتين سابقة. اليوم راح نحكي عنا عن الصورايس. اواضح يا شباب. يوم راح نحكي عن محاضرة الصورايس. اه تمام. يقولك الصورايس. 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 is a clinical replacing inflammatory disorders. تمام. characterized by a variety of morphological lesions that present in the number of forms. شي يقولك انا. يقولك الصدفية هي هو شيء كرونيك مزمنة. والطيب وترجع. يعني على سبيل المثال. اجت هذا الشهر. وطابت. وتأخذت ادوية. وتعالجت. بعد شهرين اجت. تمام. فهي تكون chronic replacing inflammatory remediators. تشخص او الشكل مالتها يقولك هي morphological lesions. مثل التشوه. مثل الطبقة اللي على الجلد صايرة. بحيث تقدر تكشطها. تحس مثل تقدر تكشطها. تمام. اه بمجموعة من الاشكال. واسا راح نعرفه. واضح يا شباب. اه تمام. فيقولك الشكل انه المختلف موثابت يعني. اكو يشبه الفطريات. يشبه الصفيحة. اكو يشبه الدرمتايتس بيح مرار. فهس احنا نعرف راح نعرف انواحهم بالتفصيل. يقولك the most conform of psoriasis is bulk psoriasis. يقولك اكثر شكل معروف من psoriasis من الصادفية هو اللي يكون مثل الشكل الصفيحة. مثل الصفيحة. تمام. اللي هو يكون شنو الشكل يكون مثل الصفيحة. ثواني. تقريبا تسعين. ثمانين تسعين بالمية من الحالات اللي تجيك. هي راح تكون. هي راح تكون. اه بولك. بولك psoriasis تمام. تمام. يقولك depending on the extent on the variety of lesion. psoriasis can have a pre-found effect on the person walk and the social life. يعني psoriasis بسبب هذا الاشكال. بسبب التشوه اللي يخليه بالجسم. تمام؟ هذي راح يؤثر. هذه. هذي سورايسز. هذي سورايسز. خنشوف. مثل البولكس. مثل الصفيحة اللي اللي صايرة بهذا الشكل. تمام. مثل الصفيحة. مثل الصفيحة اللي صايرة هنا. فيقلك هاي تأثر على نفسية الشخص. تأثر على حياة الشخص. ممكن يتأثر على الشغل الماتة. تمام. هذي. تكون مثل ال redness. هنا. حمرة. ومثل burning. تحسها مثل المحترقة. وتكون thickening. كلش خشنة. وبها مثل التقشرات. اوكي متقشرة. تمام. وتسبب الم طبعا. هذي سورايسز. تصير بالرأس. بالسكالز. بالفروط الرأس. هذي تصير بالايدين. هسا راح نعرف شن الفرق بيناتهم. هذي تصير مثل الدوار. تتلاحظة من انكو. اكو نقاط بيضاء هوايه هنا. هذا. تمام. هذي كذلك. شوفوها. هذي سكالب. اه العفو. سورايسز. هذه سورايسز. سكالب واني نقصد حلا فروة الرأس. تمام. فهادي سورايسز. هذي سورايسز. هذه هم سورايسز صادفية. وهذه صادفية تكون بالرأس. بالسكالب فروات الرأس هذه هم صادفية وهذه صادفية تكون بالأكوة وهذه الصادفية شوفوها فيقلك أنه أكوة نوع من الصادفية كل تصير بولكس بالأديين تصير بالظهر هي تشي صايرة بشكل كل شي يعني صراحة مخيف واللي تكون بالرجلين واللي تكون يعني بالأديين وبالأظافر بالفروات الرأس واضح فهذا احنا عرفنا مقدمة مقدمة عرفنا أوشي شلون الشكل ما الصادفية راح نشوفه احنا عرفنا مقدمة علي تمام اه تمام هسه شي يقلك فاحنا حتشين هنا انه راح يأثر على حياة الشخص والشغل مالته يقلك الأسباب يقلك ممكن الأسباب تكون بسبب حساسية الأمراض الحساسية مثلا تكون وراثية مثلا واحد بالبيت عنده ومراض ربو الى آخره فهي جاي يعني بسبب أمراض الحساسية يعني شي وراثي but it's now recognized as immune mediated disorders يعني مثل ما نقول ردة فعل من الحساسية ردة فعل من الوايت بي سي with genetics يعني مثل ما قلنا وراثي students have identified a region on a chromosome اكتشفوا انه ممكن سببه بالكروماسوم ستة كنتروبيوتر ممكن هو اللي يحفز هذه السورايسي وسموها سموها source 1 اوكي source 1 هاي السبب هاي الكروماسوم كروماسوم ستة واضح يا شباب حاتشي لك بعضها genetic كذلك احنا انه بسبب الجين ممكن يكون الجين الحامل يعني بس ما يظهر على سبيل المثال الاب يكون حامل للجين هذا اللي يسبب السورايسيز فهو ما يظهر به هو يكون حامل للمرض اوكي فيظهر ممكن بالابناء فهو هذا القصود يعني هنا السورايسيز ليجينز اوصو ديفلوب اوصو 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 ممكن تطور يعني وتسوى مثل التروما اوكي اوصو 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 حالات كلش خطرة تسببها such as sunburn ممكن حروق الشمس او قطع الى اخري فهي الحالة يسمونها copinar phenomena تمام after staphylocococcus throat infections under during period of stress يقلك ممكن بعد ما تصير اصابة بكتيرية بالحنجرة يقلك بعد ما تصير اصابة بكتيرية بالحنجرة عن طريق streptococci streptococci هاي البكتيرية اللي تصير بالحنجرة بعد ما يطيب يقلك ممكن تصير عنده صدفية يقلك هاي الحالة يسمونها انه من ينصاب من ينصاب streptococcus throat infection يعني بالحنجرة ممكن تصير عنده صدفية تمام ممكن هاي الصدفية صايرة بسبب او تسبب لك مثل الحروق الشمس والكات التقشير والقطع وهال قلنا الظهر يسمونها copinar phenomenon تمام يقلك arriving differentiation diagnosis سرايس can be located on various parts of the body ممكن تشوفها بنواع او اشكال مختلفة بالجسم under presence and variety of different forms يعني يقلك تشوفها باشكال مختلفة مثل ما حتشين باوكس and scouts or rices باوكس اللي تكون مثل الصفيحة اللي يحس بها المريض انو يقدر يكشطها و scouts or rices اللي تكون فروة الرأس are the only forms of condition that can be managed by the community pharmacist يعني يقلك احنا كصيادلة ما نقدر نعالج كل حالات الصرايس وصدفية لأن نقدر نعالج فقط الباوكس اللي تكون مثل الصفيحة قنا واللي تكون فروة الرأس يقلك it is therefore necessary that other forms of rices and condition that look like rices يقلك انت لازم تراعي انو كوهي حالات تشبه الصراي يعني can be recognized and distinguished لازم تفرقها يعني كوهالات مثلا بتدير المتايتس اللي صيف فروة الرأس لازم تفرقها عن الصرايس اللي هم تصيف فروة الرأس فلازم تسأل المريض عدة اسئلة على متفرق يقلك clinical features of bulk صرايس احنا قلنا حالتين bulk صرايس وال scalp صرايس فال bulk صرايس اللي هي الصفيحة يقلك بلق صرايس is classically presents with characterized salomon pink lesion تكون مثل الشكل مالتها مثل يعني مثل القشرة مال السمك with the salivary white skulls يكون القشرة مالتها مثل سمك السلامون يعني يعني الشكل مالتها مثل القشرة مال سمك السلامون تكون شكل مثل يعني السلفري واضح وحدودها واضحة حدود مالتها واضحة يقول لك one darker skin that characterize color is not apparent يعني منطقة تكون dark يعني تنبينة يعني من تشوفها على سبيل المثال هذه الصورة تنبينة أنه هذه المنطقة أول شي بها حدود حدود يعني بينة أنه هذا الجل الطبيعي وهذا الصورايسيز وصير مثل البالك فيقل لك هذه المنطقة تكون أكثر شي dark فأتى تقدر يعني تفرق يقول لك lesions can be sign or multiple يعني يقول لك أنه lesions ممكن تكون وحدة أو متعددة and variance يعني يقول لك مثل هذه علامات تكون وحدة أو أكثر مثلا هنا 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 إلى آخر يقول لك if the skulls on the surface of the bulk are gently removed under the lesion they're rubbed يقول لك هنا هنا ممكن يحس المصاب بالصورايسيز أنه الجلد يابس يعني ويقدر يرفع يعني يشل على الجلد تمام أنه حدود مال هذه الصورايسيز مبينة كلش واضحة يعني يقدر يشلح على سبيل مثال هذه 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 إنه الحدود كلش واضحة وصعدة فوق الطبقة مال الجلد ويحس المريض أنه مثل اللي يقدر يكشطها مثل اللي يقدر يميل يشلح ها تمام اتر رفيل بيم بوينت بليدنك يقول لك من يكشطها من يكشطها أو شوية يشلع منها الدم رح يصير نازف بس النازف شلون رح يصير يصير مثل رأس الدنبوس يعني شلون مثلا على سبيل مثال رح أرسم لكم فرضا فرضا عفوا فرضا هذه المنطقة الصدفية هذه منطقة الصدفية إنتاجية تريد تشلع هذا القسم خلي نقول فشلون رح تلاحظ نازف يكون مثل يعني مثل مثل رأس الفتحة يصير أوكي يعني ما يصير نازف من كل الطبقة فهذا هو اللي يحب يوضح يعني تمام فهم ما شو يسمون هذه الحالة يسمون ها رأس الدم أو الأز أز 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 ساين ساين أوكي سامونا أز 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 ساين الفلسائزات مالت وقالنا المريض يحس مثل يقدر يكشطها وقال يكشط قسم منها الدم يكون مثل رأس أو مثل رأس أما سكالبس أو رأس سكالبس ممكن تكون حالة متوسطة ممكن تشوف مثل النقاط الحمراء هنا سلو قرب حتشوف مثل النقاط الحمراء نقاط الحمراء تمام يقلك بالحالات الكلش قوية ممكن كلش منطقة كبيرة من الرأس تضمن هذه وأكيد الطبقة تكون ثيك يعني ممكن يقلك هذي تخلي المنطقة هذي كلها مثل الصلعة هنا يقلك الأسئلة شنو راح تسألها المدج قصر يعني يقلك هذه الصدفية ومكن تصير عند المرضى بأي عمر يعني يعني بداية حيات الشخص يصير يعني ممكن تصير خاصة أن المنطقة تصير بأي أطوبيكال أطوبيكال يعني شنو يعني مو تماثلة يعني أبو اليمني يعني الصدفية اللي موجودة باليمني ما تشبه اللي يصير which can make the diagnosis more difficult اللي يخلي التشخيص كلي صعب بعد هال distribution أو فراش لا تسألة لين أكو مناطق ثانية احنا قلنا الانستيج قد صار لها قد صار لها وبيان عمر وهنا توزيع مالتها يقول لك ممكن صورايس يكون مناطق متماثل على سبيل مثال اليد اليمني بالإيد اللي يصير نفس الشي يعني يقول لك بالفقرات يعني بالكوع ماكوع والألبو تمام و شي ممكن تكون يعني ممكن مثل ما نقول شي سمها بالعربية مثل هذي الفتح هذي حبل السري شي سمونها ما عرف المهم هي هاي ها ممكن تنصب تمام يقول لك أعراض ثانية مثلا يقول لك الحك تقريبا ما رح توجد بالسورايسيز يعني شي نادر أوكي الحكة يعني مو كلش موجودة بالسورايسيز بالصدفية فإحنا له السبب نسأل إنه أكو حكة حالة جلدية نسأل إنه أكو حكة إذا أكو حكة على الأغلب هي سكيبيز جرب تمام أو أكزيم درماتايتس بس من ما أكو حكة نشك إنه هاي سورايسيز خاصة إن إذا المنطقة تكون عيته حدود واضحة وتكون سميتريكال وبنفس الوقت تكون حمرة على بيضة وتكون مثل القشرة تمام فهو هذا الحب واضحة Like other conditions such as Dermatitis and Fungal Infections اوكي يقل لك كذلك ممكن تصيب الأظافر تمام فهي الحالات إحنا لازم نعرفها Separation of Nail Plates from the Nail Peds ممكن إنه سيسمة توصل سورايسيز بحيث تفصل هذا الاشي يسمونها الأظفر تفصلة وتروح للجلد يعني تمام يقل لك Look of Rush يعني مظهر الراش أو هذا المكان اللي بيه صادفية Scalp and pulch surrises usually shows sculling مثل عتم الحدود يعني الصادفية اللي موجودة بالرأس أو ك بلاكس موجودة يعني بالجسم لها حدود That is not seen with other common skin condition يعني عزبيني مثال Dermatitis Dermatitis ما راح تشوف إنه يكون بيه حدود وهاي لا بس بال بالسورايسيز تمام when scalp involvement is mild surrises can be impossible to distinguish from seporec dermatitis طبعا seporec dermatitis بالسورايسيز والسورايسيز هم نفس العلاج فإحنا لا نخاف من هذا الموضوع لنحن نفرق السيبورك dermatitis والسورايسيز اللي موجود بالسكال لقارن المحاضرة السابقة حتيت أن السيبورك dermatitis مطلقون عليها السيبورك سورايسيز أوكي يسمون السيبورك اكزيمي نفس الأسمة ونفس العلاج تمام هي أوكي حالات مختلفة بس نفس العلاج تسأل أن الحالة جاية عندك قبل قد متعرض لها تمام في قل لك السورايسيز إذا كرونيك ربلايسيك إحنا قلنا يصير بين فترة وفترة and likely that the patient will have bad lesion in the best had لعفو lesion in the best ممكن صاير عنده قبل other skin disease مثل ما نقول ممكن عنده حالة الفengal infections and acute and the patient do not normally have this story طو نا يقول لك condition to eliminate يقول لك likely causes seporic dermatitis اللي إحنا حتشينا عليها بالمحاضرة السابقة وقلنا هاي تصير نوع من الأجزما تصير بالرأس mild scabs or rices can be very difficult to distinguish يعني ممكن تبصعوب تفرق بين الأجزما اللي تصير بالرأس وبين psoriasis الصدفية اللي تصير بالرأس تمام بس يقول لك لا تخاف هما العلاج هما نفسه تمام يقول لك medication يقول لك أكون نوع من psoriasis يعني تصير بسبب الأدوية number of medication can precipitate worsen or aggravate existing psoriasis يقول لك ممكن بعض الأدوية ممكن هي تسبب لك psoriasis أو تزيد لك هاي الحالة على سبيل المثال اللي ثيوم الانتي مالاريا البيتا بلوكر والضغط والناس على سبيل المثال الاسبرين وجماعته اخر اخر مالاريا مع اخر اخر الاسبرين ديجوكسين كلوندين امايدرين كولز فلوكسوتين سيميتيدين مع المعدة انتيبيكتيريال الاخلي الواتترا سايكلين والبنسيلين وكذلك الجيمي فيبروزيل هم هذول كلهم الأدوية يقول لك ممكن يسبب لك صدفية ويحفز لك صدفية تمام يقول لك unlikely cases يعني حالات تيجيك مثلا للصيدلية يعني غير شاع على سبيل المثال القوتا سورايس اللي معروفة باسم كذلك راني دروب سورايس تمام يقول لك هذا القوتا سورايس is characterized by crops of scattered small lesions يعني مثل مثل الدوائر الحمراء اللي عليها نقاط بيضاء هيتي تمام تمام يقول لك ممكن 1 سنتيمتر يعني الحجم مالتها converted with light flaky skulls that often affect the tongue of proximal part of the limbs يعني ممكن يعني هي اجتي بسبب الالتهاب البكتيري اللي صار بالحنجرة بواسطة الستريpto كوكاي وكاتب لك انه هذه الحالة هي usually self-limited ممكن تتعالج بوحدها تمام هنا حاجي لك على فلكشوار فلكشوار سورايسي فلكشوار سورايسي رفير to the lesion that resemble بلوكس سورايسي but lack sculling and have atopical distribution يعني التوزيع مالتها مراح يكون يعني على سبيل مثال بالأيد لي من ما يصير بالأيد الإسرائيل namely in the body falls يعني خاصة نشوف بطيات مالت جسم especially in crons and axili تحت الأبوط مثلا الخاصرة إلى آخر العفو itching in this form effect over 50% من الناس ممكن يعني 50% من الكيس نشوف بها حك ونصير إن هاي السورايسي تكون بين الطيات مثلا الأبوط الخاصر إلى آخر هي تمام لوتشن بلانس هاي لوتشن بلانس هاي كلش خطرة حالة نشوف نادرة تقريبا تقريبا يعني لقوا من حالات الإصابة الجلدية تقريبا 2% أو 2% بال 10% تخيلون يعني مثلا 200 شخص أو 300 شخص ممكن ينصاب منهم واحد تمام تقريبا 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 على المنزل 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 مقدمة الساق وتقريبا تقريبا على سوريس لا تكون ما متوازعة ممكن تشوف مثل الميوكس ظاهر بها لون أبيض على سبيل المثال وهذا يزداد يعني the person will not have a family history of sorrisis وتسأل المريض انت على الهيستري مات وراح تلقى انه قبل يعني مصاب بهذه فأنت تقدر تفرق انه leetion plants أوكي نفس الشكل ما sorrisis بس وين أماكن غالبا بمقدمة الساق ويكون توزيع مالتهم ومتماثل ويظهر منها ميوكس على سبيل المثال هو ما مصاب يقول لك arthroderm sorrisis present as extensive extensive ارثمية تكون مثل يعني حمراء على الجلد كلش عالي and show very few classical lesions it's therefore difficult to diagnose بصعوبة انه تتشخصها systemic symptoms can be severe and include ممكن هذي الحالية راح تشوف بها انت حرارة joint pain المفاصل and ذيارية فأنت من يجيك حالة من sorrisis طبعا يا شباب تكون كلش حمراء عالي على الجلد وتشوف انه اقو عند وجع راس والم مفاصل واسهال this condition is serious and can't be even life threatening ممكن تكون قاتل هاي الحالة patients are extremely likely to presence of the community pharmacy فهنا الحالة طبعا نسويلي رفيرل طبعا الجهة نه راح يجيلك على Tina capitis Tina capitis اللي هو Fingal Infection of the skull سامونها Tina capitis Tina capitis is the most common infection in children worldwide يعني Tina capitis اللي هي سسمم مثل الالتهاب الفطري اللي يصير بالفروة الرأس يعني الفطريات الرأس وانا تشوف اغلب شي بالاطفال however if the patient has scarling skin broken hairs on the batch of elopsy then Tina infection should be considered يعني ممكن تشوف هذا الجليد يكون بي scalping والشعر متقصف مثل ما نقول متكسر الى آخر شوكت يستوي رفيرل للحالات موسو رايسيس يقل لك lesions that are extensive follow research infection have atopical psoriasis يعني تشوف انه psoriasis متى ما يكون متوزع توزيع مثل ما قلنا بالرجل يمنى نفس الرجل اليسرى ويكون extensive كلش هواية وممكن بي الم أوكي او تكون الحق كلش هواية سفير دول كل مرفي هذا تمام وكذلك من تنطي علاج ما يفيديو العلاج أوكي هس قبل ما ندخل للأدوية شوية خلنا حجي هنا يعني كلام كلاميات انا كتبت لكم اياها تمام نس احنا عرفنا اشكال الصدفية فالجلد يصير بيه مثل الاحمرار ويكون فوق الاحمرار عدنا طبقة بيضة وتكون مثل القشور اي حجيت لكم اياها قلت لكم يا السورايسيس هي طبقة حمرى يعني طبقة بيه احمرار فوق هذا الاحمرار عدنا طبقة بيضة مثل القشور الحالة تصير بكل الأعمار وتكون مزمنة مثل ما قلت لكم يعني تجي شهر وتخطفي تجيك بعد شهرين على سبيل المثال الحالة قلنا بسبب خلال مناعي حجيتها قلت لكم بسبب خلال مناعي سايكلو سبورينز دواء يكون مثبت مناعي ينطي بحالات سايكلو سبورينز طبعا هذا دواء يثبت المناعي ينطي بحالة النقل ما للأعضاء مثلا واحد ينقل كلية إلى خريفة ينطي السايكلو سبورين على موضي قلن المناع موضي ممكن يستخدموا الأهل الصفية العفو الصادفية على موضي تتحسن المناع ما تقول ليش اللي احنا قلنا الصادفية هي خلل بالمناعة كذلك جنتيك قلنا ممكن بسبب وراثي أو مثل environment بسبب مثلا انقلق وسترس حالة نفسية يعني كذلك لعتهم مراضة معينة قلبية تدخين أو يشربون كحول تمام شون راح تصير قلنا بسبب خلل مناعي أن تتحفز عن طريق أو الخلايا المقدمة للانتيجين يسمونها وتنفرز قلنا l-inflammatory mediators بعتش إنو هذي l-inflammatory mediators كينش بيها تتسوي مثل tumor necrosis وهذي آية يقل لك اللي ينفرزون اللي t-cell تفرزهم اللي هما يسمونها l-inflammatory mediators اللي هو t-n-f tumor necrosis وال IL 1 اللي هو l-enter leukeem وهذول بعد ما ينفرزون يروحون للطبقة والجل اللي يسمونها كيراتين كيراتين وسايت هاي تتذكروها حجيت لكم إياها بالدرماتايتس وقلت لكم الكيراتين وسايت هي موجودة بالطبقة ما ال-epiderm بنهاية الطبقة اللي هي مسؤولة عن تكوين الطبقات الباقية وقلت لكم هذي الطبقة بعد ما راح تتحفز يسوي لكم يعني راح تتحفز بتحفز يكون مو طبيعي فراح تفرز طبقات طبقات فوق الطبقات فعلى مو تحمد جلد من دخول البكتيريا احنا قلنا هي بسبب خلال مناعي هذا خلال مناعي يفرز الفيلم تري ميدياترز اللي هي تي ان اف هو ال-I-L-1 وهذا اللي يرحون لهذه الطبقة موجودة يسوي كيراتين وسايت وهذه كيراتين وسايت تبني طبقات 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 ليش لأن على مو تحمد يدخل بكتيريا لها تمام فهذا التحفيز المطبيعي يخلي كيراتين وسايت سايت ساو طبقات وهاي قلنا سميناها سورايز حتشينا على الصدفية وقلنا هي انواع بوك سورايز البوك سورايز حتشينا عليها وقلنا شرون المييز هتكون بيها حدود ويكون منطقة بيها حمرار وقشور بيضاء وانا يصير بالركب والاكواع وتفرب اماكن ثانية تمام بحيث تنطي المنطقة شعورها تريد تقشرها حتشي تلكم اياها وقلنا انو بس يتقشر تحس مثل الدم يصير مثل الراس تمام فالبوك سورايز يصير بالركب والاكواع سكالب سورايز اللي حتشينا عليها وقلنا بصعوبة تفرقها عن سيبوري اللي وهم يصيب فروة الرأس بس وما لا تخاف وما نفس العلاج فالسكالب سورايز يصيب فروة الرأس سواء بالمقدمة او الخلف اما البوك سورايز يصيب الركب والاكواع عندنا القوتا سورايز اللي حتشيت لكم عليها تصيب تصيب منطقة الجذع نقاط حمراء بالجذع ممكن تصير بالاطراف تمام هذه القوتا سورايز حتشيت لكم وقتلكم الاسم الثاني لها راني دروب سورايز وقتلكم مثل النقاط الحمراء الدارية لهواية ونقاط بيضاء تمام النيال سورايز اللي هي تصير بالأظافر حتشيت عليها بلاستر سورايز تصير ببطن اليد الأرثرو أرثرو ديرمك تصير بالظهر ويكون انتشارها كلش رأيب حتشيت عليها تكون كلش قاتلة وتخوف يصير بها حالة ألم فيفر وجونت بين وديارية والسورايز تصير بالمفاصل هذه التهاب المفاصل الصدفية ممكن يصير باليد وتشمل للأظافر تمام وقلنا انه شافوا انه اكو حالات من السورايز تصير بعد ما يصاب الانسان ببكتيريا يسمونها ستربتو كوكايوين بالحنجرة تمام فتتبعها صدفية وقلنا اكو بعض الادوية تسبب صدفية هاي كلها ريفيوك كتبلكم اياها مثل بيتابلوكرز بروبانالول بيتابرولول بيزوبرولول ممكن تصير صدفية بسبب الناس اللي اعتهم امراضة التالية على سبيه مثال أوبيسيتي سي أو بي دي الكهول يوز الناس اللي يعني استخدمون كحول التوبك يدخلنون كارديو فوسك اللي رعتهم امراض بالقلب الى آخر يا شباب اه تمام هسا رح ناخذ التريتمينت التريتمينت هسا رح ناخذ بالمنزمة نوبعدين نكمله هنا خف اكو اي اضافات عمو تستفادون استفادك لليش قوية يقل لك يعني انت الادواء اللي مسموح لك تنطيها او لازم ترطيب يعني المنطقة تكون جافة اكيد فلازم ترطبها للمنطقة يعني حالة تجيك من السورايس تكون سيفير كلش خطرة تمام او شكل ثاني من الاشكال اللي قرينا فانت لازم تسوي لها رفير تمام يقل لك تلازم انه تعلم المريض شون يستخدم العلاج على مود يصيب تمام رسول رشورنس العفو should be given about it's benign non contagious nature but emphasize that the condition chronic and long term okay نعلم المريض انه يابا ممكن نصيبك مرة ثانية هاي السورايس مو مشكلة استخدم العلاج الى آخر هي التريتمنت شنو نحن التريتمنت اللي راح ننطي اللي هو المرطبات اللي احنا قلنا انه الجلد يكون جاف والكيتو الكيتو اللي هو ساخ سلك اسد الاموليانت اللي حنا قلنا الطبي الكريم الطبي على سبيل مثال فازالين يقل لك لازم تستخدم طبي ما ب يعني ما ب combination هاي لازم تستخدم كل المرضى وهذا عادي مو مشكلة هذا الاموليانت وبعد الحمام يقل لك لازم اكو ترطيب ما يرح يدخلون ويباقي الادوية يقل لك يرطب المنطقة ويمنع الانتشار مال هذا الالتهاب او السكال اللي صار ويقل الارتاشن ويقل الحك وكذلك يقل لك الجفاف مالتها لكن المريض ممكن يجرب هواية مرطبات على مو يستقر على مرطب واحد تمام خلنا تذكر شون المرطوات اللي احنا اخذناهم مسبقاً مسبقاً مثلاً هذه السيرفا هذه مرطب يستخدم لسيرويسز هذا هذي هم كذلك مرطب تمام على سبيل المثال يعني تمام راح نأخذ على الكيتولايتك الكيتولايتك هي مواد حارقة مثلا السالصاليك اسيد بأنا الكن不管 otheby المثال يعني الانطب وانطب كيتولايتك اللي هو السالصالك اسيد غير تذكر هوا هم انطب من هوا كذلك هوا كذلك ؟ د إنت المثال هوا عمل الإشت Occasu ل تمام إ Kyle يقول لك انه انت لازم تستخدمهم عندما تظهر طبقة فوق الجلد فانت ليش تستخدمهم هذه الطبقة الحارقة انت تحاول تحرك هذا الطبقة مع الجلد اللي صارت يعني انت تعرف اسبيل مثال هذا اسبيل مثال هذا الجلد من الانسان فانت صار عندك طبقة كل شو غاية هي شي فانت لازم تذوب او تحرك هاي الطبقة الفوق تمام فهو هذا الحش اللي دايح شي هنا انا اوكي او تستخدم الكولتار اللي هو الفحم بس الفحم لازم تقل المريض انه يا بهذا الفحم يصبغ المنطقة كولتار رماند منسرية التراتمين انتوال الدينترول كورتيكوستيروال وموريسين فيتامين د وكذلك يعني كنا سيستخدمون فيتامين د وانالوغ تمام التار باستيطات كل الغرفات يمكن ان تعتمد الكثير من تأ BRIP انه أ receiving عندك ممكن استخدمونها على الجلد أو السقالب فرـوة الرأس توجد او مش debout enferمانان احد ممكن ان يمكن استخدمها على الجلد أو السقالب يسبب لك تهيج. اه تمام. اندى ستين سكين ان طلوس. اه اوكي. البعث ها اللي حتش هنا علي اللي هو الديترونال. الديترونال كريم. فهذا يقل لك هم شود نوبي روتيند ريكماندي. احنا ماني صار نستخدمه للاي كود للاطفال تمام. اه اه اف يوزت ذن اه اذا اريد نستخدم احنا نستخدمها ب دوزز كلش قليلة. والمدة اسبوع واحد. اه 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 اه. اوكي. اروح للعلاجات اللي يعني نكاتب لكم اياها. التريتمنت. نش قلنا. قلنا التريتمنت مال من. مال السورايسز اول شي لازم مرطبات. تمام. قلت لكم مرطب. المرطبات على سبيل المثال اه السيرفا او البازالين. اوكي هذولي مرطبات لازم يترطب دسم 24 ساعة. على مودي قليلون الجفاف مع المنطقة. تمام. نستخدم اه البيتاميثازون. اوكي البيتاميثازون كموضعي يعني كة كعسارات اللي هو البنت بنته اسام. اوكي بنت اسام. بنت اسام هذي اللي هو نفس البيتاميثازون هذي الاعسارات. اوكي موضعية. ياخذها ككريم. واضح يا شباب. فالعلاج الصدفية اول شي ننيد مرطبات اوكي هذي المرتبات صورها هذي السيرفا السيرفي او السيتافيل او الفازالين هذي مرتبات لازم 24 ساعة نستخدم العلاج اللي هو الكورتيكوستيرودي اللي هو الشسم التجاري البنتو سام طبعا ما يصير تنطيها اقل من 2 سنة تستخدمها مرتين باليوم مرتين باليوم الهايدروكورتيزون للحالات المتوسطة والجلد الرقيق تنطي هيدروكورتيزون مرتين باليوم الفترات طويلة وما البيتاميثازون الفترات محددة تقدر تنطي كلوبيتازول للمناطق الصلبة على سبيل مثال الكوع الركب مثل من كلوبيتازول مثل الديرمودين اللي هو احنا حتشيناه اصلا بالمحاضرات السابقة هذا الديرمودين تنطي طبعا 2 سنة فما فوق يعني ما يصير تنطي الاطفال اللي هما اصغر من 2 سنة وكذلك مرتين باليوم مرتين باليوم هذا فترات محددة لا تلاحظون انه اللي يكون تأثيره كلشي قوي على الجلد يطول فترات محددة الفترات الطويلة عادر الهايدروكورتيزون تقدر تنطي الفترات مؤقت الفترات طويلة ومرتين باليوم اما البيتاميثازون فترات محددة كلوبيتازون اللي هو ادير مؤقتين كذلك الفترات محددة ومرتين باليوم تمام البنتوفيت سكالب وكذلك البيتاسالك ذولة اللي يعتبرون الكيتولايتك قيلنا البيتنوفيت سكالب وكذلك عندنا البيتاسالك هذا البيتاسالك هذا البيتاسالك الطبعاً ذولة ينحطون على فاروة الرأس يعني شنو المن يستخدمون يستخدمون للسرأ gran سورايسز تمام يعني الناس اللي عطهم سورايسز بمنطقة السكالب ينطونهم شنو بيتاسالك بيتاسالك أو ينطونهم بتنوفيت اذولا ينحطون على بروة الرأس وتنوصل بعد الاستخدام قلنا الفيتامين دي الانالوك اذولا شنو انهبت كيتونو كيتونوسايت احنا مو قلنا كذلك ينطون الفيتامين دي انالوك مثل من الفيتامين دي انالوك مثل الكلاسي بوتريول كلاسي بوتريول كلاسي تريول تمام طبعا هذا البنتوفيت وهذا البيتا ساليك طبعا الفيتامين دي انالوك اللي هو شي سوى راح يثبط البروفيشنز الكيتونوسايت كن الكيتونوسايت هاي الطبقة الموجودة بالأبي ديارم اللي يتكون طبقاته هواية وتسبب الصدفية فراح يثبطها نثبط التطور مالتها على مودي قلل من الصدفية هذا الفيتامين دي انالوك احنا قلنا هم نستخدم العلاج مثل من الاسماء التجارية عندنا الديفونوكس الديفونوكس اللي هو الكاليسي بوتريول شوية الاسماء صعبة بس هذي الاسماء التجاري ماتت الدافينوكس اوكي فهذي يستخدموها كذلك الفيتامين دي انالوكس اوكي اتفهموا المريض انه ايش اسمها تستخدم مرتين بليون يقل لك التأثير علاجي فعال ننطي نوعين من الأدوية مثلا الستيرويدات مع الفيتامين دي انالوكس اوكي على سبيل المثال البنتوسام اوكي اللي هو شنو كورتيكوستيرويد نطي ويامنا والفيتامين دي انالوك على سبيل المثال ن quarantينو فينا اه الدافينوكس اوكي اللي هو اسم العلمي ماتت كلاسي كلاسي بوترول كلاسي بوترول اوكي او اقو علاج باليوفيلايت طبعا هذا العلاج باليوفيلايت طبعا هذا العلاج احمد مو احنا نقول له المريض روح اليوفيلايت طبعا بعدما يروح للدكتور الجلدية ممكن يعالجوب الأشعة الفوق البنفسجية هذه تستخدم طبعا عادل الكنسر والحالات من السورايسس طبعا وإلى آخر كذلك ممكن ينطون علاج يسمونه التاميلوس هذا العلاج يسمونه الاسم العلمي وهذا التاميلوس الاسم التجاري هذا يعتبر يعني دواء يثبط المناعة يثبط المناعة اللي نحن قلنا السورايسس هي خلال مناعي يقلل من تشيط التيسيل فبالتالي يقل التأثير المات اللي هو هذا الاتاكروليمس هذا ينطونه ممكن الاتاكروليمس للعتم صدفية على موضي يقلل المناعة اللي نحن قلنا أنه صدفية هي سبب خلال مناعة تمام وقلنا الكول تار كريم ممكن هم ينطونه والفحم قلنا يثبط الكيراتينو سايتس اللي هو مثل من مثل سينولول تار سينولول تار العلاج حتى كاتبين علي العلاج حالات الصدفية كل أن واحد فالكول تار كريم مرات ينطون سينولول تار اللي هو قلنا يثبط الكيراتينو سايتس تمام شبيه هذا سينولول تار بيفحام وبيبيت بيتا ميثازون تمام فشي قل لك يقل لك في حال حدوث بولكس في أماكن الجلد الرقيق مثل أماكن التناسلية فلا يفضل استخدام الكول تار يعني يجيك مرض عنده سورايسس بالأماكن التناسلية ما تطي كول تار تبدي بيمن بالهايدرو كورتيزان قلت لكم أنه هيدرو كورتيزان يا شباب هو يستخدم للجلد الرقيق تمام مرات ينطون تكرو قلل المناعة طبعا عذروني أنا عدي شسم عندي رابو ف حتى من نحتي أو من أسوي الشغال أو من أسوي الجهود يعني قاعد أختني و يعني أقح هواية فكل شي أسف لا يطلع هذا أو يأثر على الشرح فالساصلك أسد نكمل ساصلك أسد اللي هو الكيتولايتك قلنا يقشر الطبقة المتكونة ممكن يجي مخلوط واي استيرويدات مثلا البيتا سالك اللي هما ينطون الفروات الرأس اللي حيشيته فوق وهذا قلنا يستخدم مرتين باليوم أو الدابرو سالك اللي هو المرهم يستخدمونه للحالات الجلدية حالات الجلدية هذا الدابرو سالك قلنا شبيه سالصلك أسد وهذا سالصلك أسد وشبيه بيتا ميتازون اللي هو كورتيكو سيرويد تمام ممكن يستخدم ويا فترة العلاج مثلا ينطون تاكرولمس اللي هو يقلل المناعة فأنت قللت أو قشرت الطبقة مالجلد عن طريق السالصلك أسد وانطيت بيتا ميتازون على متهمة تقشر المنطقة وانطيت يقلل المناعة فعلاج كلش فعال مرات ينطون علاج من مشتقات فيتامين اي احنا قلنا اكو علاجات مشتقات من فيتامين دي اللي هي الدافينوكس مثل ما قلنا واكو علاجات مشتقات من فيتامين اي اللي هي التازورك تاذي التازورك اللي هي التازوروتين اوكي يا شباب هاي حيشيناها بالتفصيل فالعلاج الموضع يعتبر السالصلك اسد والستيرويدات استيرويدات قلنا الهايدرو كورتيزون على سبيل المثال الحالات البسيطة واكو نعوفة للاخير يعني اكو علاجات العوفة للاخير هي الكولتار وما يصير نطيها لماكن تناسلية وكذلك عندنا الفيتامين دي هذول يعتبرون فيرست لاين اوكي فيرست لاين لعلاج صدفية وقلنا اذا ما فاد ينطون الاي في طبعا الاي في لازم دكتور والسيستم يعني الادوية عن طريق الورال الابوسفا تمام على سبيل المثال الميثيو تراكزيت الميثيو تراكزيت اللي هو هذا يثبت المناعة هذا الابوسفا ينطو طبعا لازم يسوون تحاليل وضاء في الكبد ويلى آخره وعدنا اللي هو هذا يثبت لل ويلى آخره يقل لك ستين بالمية من حالات الصدفية عند النساء الحامل تتحسن خلال أشهر الحمل بسبب هرمون البروجستيرون يخفف من الاستجابة المناعية يقل لك يعني الصدفية اللي تكون عند الحامل يعني ستين بالمية منها يكون تخف بسبب البروجستيرون يعني يقلل الحالات المناعية المفرطة جنب اللحوم الحمراء ومتجات الألبان والحليب والصفار والبيض والآخر يلك حالة الصدفية الخفيفة والمائلة المتوسطة نقدر نعالجها بس الشديدة حيثينا هواية قلنا السفير توديها طبيعي نبدأ بنصائح الغير دوائية ننقع المنطقة بالماء الفاتر 15 دقيقة فد 3 مرات بالأسبوع استخدم المرطبات حيثيناها قلنا تستخدم المرطبات 24 ساعة مثل السيفافيت أو السيرفا أو الفازالين على سبيل المثال إذا المريض مدقن أو عنده حالات بزيادة في الوزن وننصحة نغير النمط مالحياته ونستخدم الهايدروكورتيزون مو الفترة طويلة مو الفترة طويلة مو الفترة طويلة مو طول بدون وصفهم المساحات واسعة من الجسم حيثينا عليها شقلنا قلنا ننطي البيتاميثازون راجع ننطل البيتاميثازون وقلنا ممكن ننطي كورتيكوستيروت بالإضافة اللي الفيتاميديو أنالوغ اللي هو دونافاكس أوكي والفترات طويلة اللي نقدر ننطي التازورا التازروتين تمام وقلنا السيستم كلهم ينطون إلا بوصفة عسيحنا خلصنا خلصنا احنا عرفنا حاليا شنو سببها عرفنا الشكل مالتها عرفنا أنواعها عرفنا طرق العلاج مالتها وعرفنا شلون نعالجها نروح أسا الفنقل سكن يقل لك اكت يقل لك نوعي من الفنقل الفنقل عفو الفنقل سكن يعني الفطريات اللي تصيب الجسم يسمونها كانديدة وكو يسمونها ديرماتو فايتس كانديدة والديرماتو فايتس الكانديدة مرات يشوفها باللسم اللي يستخدمون السنبا كورت على سبيل المثال وما يتمضمضون وما يستخدمون جهاز معين سلعته الكانديدة ومرات هاي يصير الكانديدة يحني بالنساء وكذلك الديرماتو فايتس راح ناخدها اللي هي أربع أربع أمراض سببها فطري طبعا فهم مقسمين الديرماتو فايت اللي هي الأصابات الفطرية حسب أماكنها بالجسم أكو يسمونها الأثلات فوت اللي هي الأثلات فوت يعني فوت بين الأصابع اللي يسمونها تينا تينا بيتس تينا بيتس شي سمونها التينا بيتس تمام فهذا احنا عدنا النوع الأول اللي يسمونها الأثلات فوت اللي هي التينا بيتس اللي يكون بين الأصابع وعدنا كرون انفكشن اللي يسمونها تينا كرويسيز أو يسمونها جوك اتشي يكون بين الخاصرة وعدنا رانق ور أوف دا سكين يسمونها تينا كوربورس يكون بماكن مختلفة وعدنا السكالب رينجور اللي هو يسمونها التينا كابايتس والشسم التوزيع ما لا تيشبه الصدفية يعني يكون متناظر بالإيديان مثلا بالرأس بالرجليان أوكي يقل لك هنا جلوبيولي ديرماتوفايت فانقر فانقل are more prevalent in topical and the subtopical area طبعا هو شون رح يصير الإصابة الفطرية تحتاج حرارة ورطوبة تمام أو المكان رطب مثلا تتغسل وما تنشف فتصير أكو رطوبة ورطوبة يعني ملائمة الهيشي الهيشي بيئة فيقل لك هو يتكون يعني بيئة مالتها مثل الاستوائية وشيبه الاستوائية فكاتب لك fungal organism preferred يحبون درجة الحرارة العالية والرطوبة ديرماتوفايت انفكشن معدي وكذلك ينتقل عن طريق من هوست الى اخر يقل لك شنو هاي شنو هاي الطبقة قلنا لي هالطبقة الاولى من طبقات الابدير ما نحجي بالمحاضرات السابقة of the skin كذلك ممكن يصيب الشعر والاضافر but do not generally infiltrate living tissue اوكي ممكن يسبب يعني مشاكل خطرة بالجسم the fungal then begin to growth under profilated in the non-living converted layer of teeter tenized tissue of the ابيدير يقل لك انه هي تصيب الطبقة الاولى من طبقات الجلد اللي هي الابدير ويا هي تحديدا strenum corneum تمام فكاتب لك انه transmission of athlete's food is thought the commonly required from communal rooms يعني ممكن ينتقل بسبب او ينتقل بغرف تبديل الكرمون الاحذية مثلا اللي لعبون طوبة يعني الفريق اللي يلعب طوبة ويشمر ملابسة ويبدل يبدل احذيتها او يتبادلون الجواريب على سبيل المثال ليش لان اكبر طوبة صاير بالمنطقة فممكن تنتقل لعدوى تبادل يعني الاحذية والجواريب اي قلة نظافة حسا حتينا احنا على نواحهم سرح نش نفصلهم الاثلس التينا بيتز اوكي هذي التينا بيتز او يسمونها الاثلس فوت قلنا اللي تصيب بين الاصابع فقاتب لك الاثلس فوت الاثلس فوت is characterized by itching حكا flacking and the fresh fresh ring of the skin يعني fresh ring مثل الطبقة اللي تحس بيها مثل الجراحة اوكي مثل المجروحة هنا and will appear white or make rights on the skin يقل لك بمكن تصير مثل اللون اللي بيها ابيض او سمونا سجي اوكي الاحساس ما لها يعني يكون مثل القطن بالضبط من انت تكذ قطن رطب هو هذا الاحساس ما لها وقلنا انه يتسبب حكي واضح يا شباب وقلنا وين هذي الاثلس فوت وين تكون قلنا باصابع القدم مطيات اوكي قلنا شنو الاسباب ممكن الغرف تبادل الاحذية تكرمون او الجواري بسبب التعرق اللي يصير بالرجل الى اخر هي الجواري اللي تلبس هواية الاحذية تتترب عام الاسباب المناطق قلنا هذي المناطق هذي المناطق عام تمام انتقام انتقام يمكن أن ينتشر مناطق الكثير مناطق ولكن هذا ما أريدك أريدكم أن ترون هذه التينة بيتز التي هي الأثلات السفود تمام هذه هذه الصور تكونوا على دراية كاملة بهذه الموضوع فهذه التينة بيتز قلنا قلنا هذه التينة بيتز هي فطريات القدم لأثلات السفود قلنا وانا تصير تصير بالأقدام الرياضين بسبب كثرة ارتداء الحذاء تكرمون تصير بين الأصابع وعلى الجلد بالقدم تمام حسن العلاجات عفة صح ما ناخذ العلاجات بعدين بهاي الصور مالتها هي تصير مثل الجراحة وقلنا تفرز أفرازات معينة هي تصير هي تصير هي تصير هي تصير مثلا هي تتأثر على الأضافر هذه الأضافر اوكي هنا انا اوكي شفتوا شكلها اوكي روح على التينة كوربس اللي هو الرنج وورم يسمونها يقول لك تينة كوربس كوربس هي تصير هي تصير تصير أماكن الظهر يعني البطن الأماكن الشبيرة يعني لا تصير تصير من الوجه ولا ولا الأرجل تمام ما علي بالأرجل لا بس المناطق الشبيرة البطن ظهر الاخرين يجوى اللي كلينك ربريزنتيشن of the itchy pink يعني تصير مثل أول شي بها حكيا تصير مثل يعني مثل هي تشي مثل النقاط الحمراء المنتشرة وهي تشي بها جراحة و الاخرين يقل لك red scully مثل ما أحجل لكم لو أنا أحمر slightly rised باتش تصير مثل يعني هي تشي اوكي اوكي the legion often show central cleaning as the central area elevated to resistant the clonization this appearance تكون مثل الحلقات طبعا والدوار الشكل مالته لان هي اسمها ring ward مثل الحلقات والدوار تمام ال center كل شي ما بيتلقاه وتكون مثل الحلقات مو كلها حمراء يوجد دائرة حمراء وبالنصة تحسم بها الشي هادي 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 اللي تسمونها تينا كورابس اللي هي ring ward هادي الصور مالتها اوكي هادي الصور على سبيل المثال تينا كورابس تشفون هي صايرة مثل الدوار مثل الدوار مثل الدوار صايرة منطقة كبيرة هادي هادي مثل الدوار صايرة منطقة كبيرة هادي الشكل مالتها يسمونها تينا كورابس هادي 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 تشبع يعني اوكي سرعتكم اه تشبع احنا قلنا هاي يسمونها تينا كورابس تصير اه بالجسم باقي الجسم اه على سبيل المثال الظهر الابط باطن اليد الرقبة تمام بس ما راح نشوفها مثلا بالوجه بصورة خاصة يعني نادرا هاي الحالات تصير مثل هاي او مثل هاي بس بالاغلب نشوفها بباطن اليد بالرقبة اه بالابط والظهر وممكن حكة تمام تصير بيها ممكن حكة فاحنا حتشونا على اماكنها شفنا الاشكال مالتها شفنا شونا تصير نروح على التينا كريسيز او كريسيز او كي طبعا طبعا العفو تصير بالافخاد بالفخد بين الطيات نانا يعني تصير كيش اماكن او كي بهذه الاماكن بالعادة تصير بالجذع يعني خواصر او كي وتكون متناظرة يقلك ذراش is usually isolated to the grounds and the inner tight but can't spread ممكن ينتشر وتكون يكون اتشي بها حكة رد ردش براون كلونها مثل جوسي و لها حواف معينة هي شي بحوافها طبعا هنانا يقلك شون الاسئلة اللي ممكن تسألها للمريض بحالة العمر ماتة فيقلك الثلاث سفوت is most prevalent يعني تكون بالشباب اكثر شي and young adults especially in males خاصة بالرجال and nails involve usually occur in older older adults يعني هذه الاصابات الفطريات اللي تكون بالاضافر غالباً تصير بالكبار infection is grown is much more common يعني ممكن يصير بالرجال اكثر من النساء the presence of itchy اكو حكة لو ما اكو حكة الفنقل infection usually cause itchy ممكن يكون حكة rotation تهيج or bring sensation حس مثل الحرق المكان this usually eliminate condition such as psoriasis but not dermatitis والأكزيمان احنا قلنا ان الحكة اكثر شي تصير وين الحكة اكثر شي تصير بالdermatitis واكثر شي اكثر شي حكة وين يصير بالاسكيبيز انه بعدين الدرماتايتس بصورة اقل بس بالفنقل يعني عادة نادرة ان تشوف انه اكو حكة بالموضوع هذي ملاحظة والفنقل infection المكان يتميز انه بيريحة تمام عكس الدرماتايتس وعكس السكيبيز اه تمام السلسية السبتمز ان شن الاعراض مثلا يكون جفاف بالمنطقة ايه خاصة ان تكون بالطيات البين للأقدام و اه تكون infected يعني ممكن تكون infected بيها بكترية الاخرية تشوف العائلة انه بيها مصاب واحد ما مصاب قبل انت مصاب ما مصاب الاخرية شوك تسو رفيرل يقل لك انفوف lard area منطقة مناطق كل اشتبيرة او مناطق تكون بالوجه حاول تبتعد عنها وكذلك اذا فيشة الدواء تمام هسه اروح على العلاجات evidence-based for over control the contra-medication حاشيلك انه Superficial Dermato-Vite infection can be treated classified تقدر تعال شب أدوية OTC يقل لك أكل ستة أنواع من الأدوية نقدرهم طيحة يسمونها ألمينز، إيميدازول، بنزوك أسد، كريزوفلافين، والتولينفايت، والأندينو سينتز أتوقع هاش له فضل صاح المهم، هو هذي اسمها راح أخذهم التفصيل اللي هو الألمينز الألمينز على سبيل المثال تيربينافين هذا العلاج للفطريات، طبعا تقدر أفضل أفضل قروب حسب ما قالت الدكتورة أفضل قروب العلاج للفطريات، يعني أنت مثلا يجيك تشحالة مع الفطريات أفضل علاج أو أفضل قروب هو الأميدازول أي أميدازول يجيك مع الفطريات أنطي، أفضل علاج ألمه، الألمينز على سبيل المثال تيربينافين يقل لك هذي يثبط لك البايو سنتزيز مال من ما الإيرغو سترول وهذا مكون رئيسي من مكونات الفنقل فهذا يذكر لك الميكانيزم مال تيربينافين تيربينافين هذي علاج مستخدم للفطريات ويقل لك هذي شون الميكانيزم مال ته؟ يثبط تكوين الإيرغو سترول الإيرغو سترول اللي هو السيل ممبرين مال فنقل تمام؟ تمام، يقل لك التيربينافين شبيه؟ يستخدم المن يعني يستخدم يعني عفوا هذي الأسماء التجارية مال ته؟ يسمونه الميسيل رينج أو يسمونه شكول أفيدنس أثلتس فوت كريم إلى آخره تمام، المن يستخدم تقدر تعالج بالأثلتس فوت اللي هي قلنا تكون بالأقدام وكذلك التينة كوربس تمام؟ اللي هي هذولي التينة كوربس وكذلك الأثل السفوت، بس تمام تقدر تعالج بها التينة كرايسيس اللي هي تكون هنا بالأفخاذ أوكي يقل لك الزكريم شود بي أبلايد أونس، يعني تستخدم أمرتين باليوم ويكون سبري أو جل ممكن سبري أو جل شود بي يوزد أونس ليلي تستخدم لديلي ماكو انتركشن أوكي ما لقوا حالات بها انتركشن بس يتحب حالات بسيطة يكون سايد افكت يعني ما تقدر تنطيها يعني الناس الأصغر من 16 سنة إكسبت لاميزيل هاي نفس الحجين ها يقل لك الاميدازول يثبط لك على سبيل المثال اسمه الالماينز اللي هو التيربينافين يثبط لك الجدار ما الفطريات ويكتلها إلى آخر حي يقول لك يعني يعني عندهم تأثير كلش قوي أوكي جريت افشينسي يقول لك يستمر بالعلاج لمدة أربعة أيام حتى ما يرجع يعني انت تنطي العلاج وتقل له حتى لو تعالج تستمر به مثلا أربعة أيام خمسة أيام The length of the time various from products to products يختلف يعني القوة من علاج للعلاج هنا اذاكر لك إياهم على سبيل المثال كلوترا ما زول شبيه هذا طبعا هذا كذلك يستخدم كعلاج للفطريات احنا قلنا الاميدازول هو first line first line الاميدازول تقدر تنطي بنافين تقدر تنطي كلوترا ميزول هذا كلوترا ميزول كذلك ينطي الحالات الكنديدة all الكنستين اي الكنستين هو الاسم التجاري مع الكلوترا ميزول يقول لك تنطي ثلاث مرات باليوم أوكي مرتين أو ثلاث مرات باليوم وكذلك الكنستين هيدرو كارتيزون تنطي only be used twice a day تطي بس مرتين باليوم شعدنا بعد البايفونازول شبيه هذا البايفونازول تنطي مرة واحدة باليوم ولمن يستخدم بين الأصابع بعد شعدنا الكيتو كونازول المن ينطوه أكيد ينطوه للاثلس فوت وكذلك ينطوه اللي يصير بالسكال كيتو كونازول أربعة أيام بعد ما تعالج نضمن انه بعد ما رح تنعاد هذي سالفة الموكنازول يقل لك كذلك نستخدمها مرتين باليوم يعني كل الأدوية اللي أخذناها مرتين باليوم مرتين باليوم مرتين باليوم مرتين باليوم تستمر بهم لمدة عشرة أيام أوكي سهذه أخير علاجات طبعا اللي هو طولينا طولينا فتايت طولينا فتايت طبعا يقل لك هذا الطولينا فتايت هم نفس الشي يشتغل يعني يشتغل كميكانيزم على الفطريات أوكي ما على وما على وما على ويباقي الأدوية ونفس الحشي يقل لك يا بينعاد مرتين المدة تسبوع على أقل شي إلى آخره نفس الحشي دينعاد نفس الحشي دينعاد يقل لك الاندو سينايت اللي هو الاسم التجاري ماتة المايكوتة أوكي يقل لك أهم نفس الشي أنه أنت تستخدمه علاج للسفود for over 30 years يعني أكثر من 30 سنة إلى آخره تستخدمه مرتين باليوم مدة تسبوع إلى آخره البنزويك أسد نفس الحشي أوكي بس الميكانزم ماتة يختلف يقل لك يقل لك البي اتش ومال الفطريات ويقتله نفس الفكرة يثبط لك يعني التكاثر مال الفطريات تمام تنطي مرة واحدة باليوم المدة كذا أسبوع يعني ومدة عشر تيام أوكي أس هاي العلاجات هنا احنا فهمناها بالملزمة صراحة بالملزمة ما منطق شوي تفصيل أكثر تمام ما منطق شوي تفصيل أكثر فإحنا تعرفون أن أحب يفيدكم دائما فقطتكم شوي هنا تفصيل أكثر أه نراجع أول شي الأنتي فانجل دراكس قلنا هي مضادات الفطريات وحنا حتشينا على الفطريات المايكوسيز شنو من أقول مصطلح المايكوسيز معنات الأصابة بالفطريات مايكوسيز أصابة بالفطريات وإحنا قلناه ممكن نصاب الشعر الفروة الرأس إلى آخر يقل لك أكو أربع أنواع من الفنجل ويسمونها سوبرفيشيال مايكوسيز صابة الفطريات يكون سوبرفيشيال يعني يأثر على الشعر والسكن أوكي على سبيل المثال كاتب لك التينا فيسيكولر أو تينا كوربورس الكاتيجيني يقل لك تأثر على الجلد والنيال الأظافر مثل التينابيت اللي حجيت لكم عليها اللي بين الأصابع والسبكوتينيوس مايكوسيز اللي هي تأثر على الجلد يعني السابكوتينيوس مثل من مثل الكاندايتس والسيستيميك أورتيب مايكوسيز اللي هي تأثر مثل ما نقول على الأعضاء وإلى آخرها طبعا كل العلاجات مع الانتيفنغل اللي هتأثير معين هذي خلية فانغل فطرية أوكي الخلية الفطرية نيوكلياس ديني الآخر هي فالجدار ally الخلية الفطرية هو اللي eş Democracy Also اليí تعزز جداع الخلية الفطرية تمام???? يا شلون تتكون بالبداية تكون السيكولين وهذا السكولين تحول للانسوسترول بعدين هذا الانسترول يتحول للأرقسترول طبعا فالميكانيزم مع الأدوية مثلا تيربينافين او النافتين النافنين او التيربينافين يحاولون يثبتون تحول السيكويلين الى اللانو سترول اللي هو هذا اللانو سترول بعدين يتحول للأرقسترول فبالتالي هم يثبتون الأساس من العملية فبالتالي ماكو جدار خلية يحمل الخلية الفطرية واتموش الأزولز شي سوي يثبط لك تحول الانزسترول إلى الأرغوسترول يحاجي لك الكريزوفلافين اللي حيشينا عليها يثبط هذي المايكرو تيبيوز ما المن ما الخلية إلى آخرية فهذي ذاكر لك يعني الميكانزم ما له راح ناخذ التيربينافين اللي وعنا حيشينا عليها كتوبيكل من يمم موضع الكريمات وكورالي هذا شبي يثبط قلنا تحول السيكولين إلى الانزسترول وبالتالي يتراكم ويكون توكسك ويكتلل الجسمة يكتلل الخلية الفطرية وقلنا أنه هذا يعتبر العلاج الأول للفطريات الأظافر الفطريات الأظافر منه العلاج الأول التيربينافين يا هو العلاج الأول للفطريات الموجودة بالأظافر تيربينافين أعيد تجيك حالة فطريات موجودة بالأظافر يا هو الأنسب علاج لها تيربينافين هو يتقسم 3 اقسام على سميه مثال الفلوكونازول الاترانازول الاخره تمام فالاميدازول احنا قلنا افضل شي بدال ما الهوسة اللي هتا تقراها بدال ما الهوسة تتقراها افضل شي من الازول هو الاميدازول يعني تشوف عندك عصارة اميدازول تنطيها هاي تنطي موضعي او الترايازول ينطي سيستيميك اللي هو حقا او عن طريق الفم حبوب تمام هذا المايكوهيل اللي هو الميكانازول هذا طبعا هذا ينطو الحالات الفطرية اللي تصير بالفجانال هذا يعتبر من عالة الازول هذا كلوترامازول هذا هم ينطو ينطو الحالات الفطرية اللي موجودة بالجلد هذا التيربينافين وقلنا ينطوه المن التيربينافين هيدروكلاورايد ينطوه الحالات الفطريات اللي يتصير بالأظافر هذا التيربينافين هم حيشيناها هم قلنا ينطوه الحالات اللي يتصير بالأظافر بس هي شركة ثانية هذا التيربينافين وهذا المايكوهيل قلنا هذا الجل يكون طبعا قلنا التينا انفكشن فطريات الجليد حيشينا عليها النوع الأول يسمونه التينا يونجيام اللي هو يسمونه فطريات الأظافر توقع اللفظ مالهم صح الفطريات الأظافر فيقل لك هاي فطريات الأظافر بسبب ارتداء لحذية المغلقة كرمون البق الطويل وارتداء جارب نفسها يعني قلت نظافة تمام أو ممكن تصير بالأظفر بالكامل وتقدر ينشلع بسبب وتروح للجلد مال الأظفر ممكن ينقل عصي الرواح المهم العلاج ماتة انت منتشوفه يجينفكشن قلنا العلاج مال الأصابة الفطرية بالأظافر تينا تير بنافين تير بنافين تمام الجرعات تحسب يعني تكون 250 ملي جرام مرة وحدة باليوم لستة أسابيع الأصابع اليد الأصابع اليد جقد تنطي 250 ملي جرام المدة ستة أسابيع تقل ليابه هذي تشوف شريطة بال250 ملي جرام تقل ليابه هاي مرة وحدة باليوم مدة ستة أسابيع هذا الملي جرام بنافين هاي الأصابع اليد أو الأصابع القدم من 16 ل 12 أسبوع يستمر عليها أوكي ممنوع المرضى الكبد ما يصير تنطي المرضى الكبد في الأسابيع بتسئلين تعدك أمراض كبد وينصح بتجنب المشروبات تحتوها على الكافين إذا تشوفه من جماعة القهوة والشاي وهاي يقعب أقلد منهم خلال فترة العلاج تمام وتجنب جنب الوقوف بالشمس أو أخذ واقي الشمس شنو العلاج الثاني هسا احنا قلنا العلاج الفطريات اللي موجودة بالأظافرة وبالأصابع اللي هي تربية نافين شنو العلاج الثاني اللي هو الفلوكنازول يكون أورالي تمام وقلنا ممنوع المرضى الكبد فلوكنازول وقلنا عندنا الاتراكنازول اللي هو اللي اسم التجاري ماتها سبوروناكس أوكي يفضل أخذها مع الارترومايسين اللي هو المضاد بكتيري نفس الجرعة تربية نافين يعني ميتين أو ميتين وخمسين مرة واحدة باليوم لستة أسابع إذا كانت باليد أو ستة لأطمع عشر أسبوع إذا كانت بالقدم نفس الفكرة أوكي الفطريات اللي تصير بالقدم التينا بيتس نسمونها أو الأثلة تسفوت قلنا هاي تكون بالرياضيين وإلى آخر هي العلاج مولته العلاج ننطي تربية نافين عم كذلك تربية نافين نقدر ننطي كفرستلاين مرتين باليوم المدة لا تسيد عن ستة أربعة أسابيع أو نقدر ننطي كلوترامازول اللي هو الفيوجدين هذا كلوترامازول هذا ضد فطري هذا شوفوا هذولك علاج موضعي أو نقدر ننطي مثلا الموكونازول الكيتاكونازول أوكي هذا كلوترامازول نفس الشيء أو يقلك أورالي طبعا أورالي هم نقدر ننطي التربية نافين ٥٥٠ مدة أسبوع بلوكونازول قلنا ٢٠ مدة أربعة أسابيع الأتراكونازول كذلك هو نفس الجرع تقريبا المدة أسبوع بس الأختلاف المدة تمام بس أنت ما ردك تدوخ أنت تجيك حالات فطريات بالأصابع بالقدم مثلا بالأصابع أو بالفطريات القدم تنطي تربية نافين تنطي تربية نافين وتقل ياابة مرتين باليوم المدة ما تزيد عن أربعة أسابيع مرتين باليوم المدة لا تزيد عن أربعة أسابيع أوكي يا شباب تمام وش تنطي تقدر تنطي أورالي حب اللي هو مثلا فلوكونازول ياابة هذا فلوكونازول حب تاخذه أضافي 200 غرام لمدة 6 أسعى بيع تمام؟ على مد ما دوغكم أما الكريزوفلافين ما تقدر تطيع إلا بوصفة وهذا ينطيب 250 ميلي جرام ثلاث مرات باليوم لمدة أسبوعين بعد الأكل هاي الحالات اللي قيت لكم عليها سمونا تينا هذي تينا بيت إلى آخرين التينا كابيتاس اللي هو تكون فروة الرأس هذي تكون سوى مثل حالة الصلع شوفوها تينا كابيتاس تصير بالأطفال أغلب شي قنية ويصير التياب ممكن يصير صلع بوصف التريتمينت مثل ما قلنا الكيتو كونازول هو أفضل علاجة تقدر تشوفها فروة الرأس فطريات هذي كابيت هذا كيتو كونازول أو عندنا الشامبو يسمونه سيلينيوم سيلينيوم سولفايد أوكي هذا شلون قل المريض قل لي خليه الشامبو هذا على شعرك لمدة 10 دقائق وعلى المنطقة لمدة 10 دقائق إنه بعدين نغسله مرتين بالأسبوع لمدة شهر واضح يا شباب يعني كم مرة بالشهر في أربعة ثمانية تمام ثمان مرات بالشهر أورال أيجنت غريزوف لافين أين ممكن تطيق غريزوف لافين كذلك بس هذا غريزوف لافين حقنا إلا بوصفة نذاكر لك الجرع 250 مليقرام عفو 25 مليقرام المدة 7 تسابيع إلى آخر تيربنافينهم كذلك على حسب الوزن أنا ذكر لك إياها مثلا للأطفال اللي أقل من 25 كيلو تقدر تطي 120 مليقرام السبعة تسابيع 35 كيلو تقدر تطي 190 250 تقدر تطي الفوق 35 أوكي وتقدر تطي فلوكنازول بس أنت ليش تدوخ ليش هدوخك بالهاي العلاجات أنا ذاكرها إليك خاف تيجيك بوصفات أو خاف تقدر تطي مثلا أنت ما عندك كيتوكنازول تطي هذول طبعا بس أنت تيجيك تيجيك حالة من التينا كابيتس بالرأس هيكي أكو أكو فطريات بالرأس هيكي تشوفها منطقة صلعاء صايرة بيضة أوكي ما بيها حكة هواية يسمونها رينج وورم هيكي رينج وورم بالسقال أنطي كيتوكنازول يابا خليها بشعرك فروض شعرك لمدة 10 دقائق تمام تنغسل مرتين بالسبوع مرتين بالسبوع تخليها لمدة شهر تمام تمام تقدر تنطي كذلك حبوب الكيتوكنازول يعني حبوب أوكي أو فلوكنازول حبوب هم تقدر تطيها بالأضافة لهذه تمام بلتينا كابيتاس هذي تصير بالجسم مثل الأبوض ولا هذي وضعها رباطن اليد والرقبة إلى آخر هذكرت لكم الصور عليها مساحة شعرت لكم إياها قلت لكم العلاج هو يعني أنت ما تتك التربنافين أوكي أو تكتر تنطي مضاد في كتيري الأبيدازول أوكي أو اللي هو الفيجدين نفس الفكرة كله تقدر تطي بالإضافة لهذا مضاد فطريات اللي هو الكيتوكنازول أو فلوكنازول حبوب التينا كورسوس تصير بين الأفخاذ والطيات اللي حيشت لكم عليه شوفكم ساعة صورة نفس الفكرة ونفس الحجد هذي نعاد تنطي التربنافين أو مضاد الفطريات اللي في الجدين أوكي ممكن تصير العدوى عند النساء بمنطقة الطيات ما تثدي تنطي في الجدين ممنوع تنصرف الكريم نستاتين العلاجات للعدوى للتينا لأنه مقاومة إليه الحامل ما ينصرف إليه شي قلنا إليه بوصفة أفضل شي لأطفال أفضل علاج إليهم الميكونازول أوكي وكو علاج عندنا ثاني يسمونه التولينا فتيت حجيت لكم إياه هنا بالمنزمة وهذا يثبت لك السكولين بيروكسايد اللي هو هذا بعدين يتحول إليه وين موجودة بالبيز الكريسس الآخر هذا يعالجهم كلهم مرتين باليوم لمنذة أربع أسابيع وما يستخدم دون السنتين تمام ما دام عندنا الدمدروب خلنا نقراها من القشرة يالله يقلك القشرة كو أكو فطريات اسمها المالي الماليجي اعتبروها ماليزية تمام أكو فطريات يسمونها ماليزية تسبب زيادة بتجدد الخلايا فيقلك وما دام هاي الفطريات سببها مع القشرة الداندروب خلنا ننطيها علاج الكيتا كونازول هو نفسه الكيتا كونازول وها آمن للحامل والأطفال تقدر تنطي الفطريات اللي تصير بالرأس تمام ما بها شي وكتقدر تنطي سيليوم سولفايد بس تقل المريض شون يستخدمون نيابة تخلي على فروة الرأس عشر دقائق وينغس المرتين بالاسبوع المدة شهر أو يقدرون ينطون مثلا الشولدرس هاذي الشولدرس كلش فعال هاذي الشولدرس يسمونه تكون بمادة الزيق براثوين أوكي تمام هاي الشامبوات كلها ذكرتلكم إياها الشامبوات يستخدمون الفروة الرأس وهذه الداندروب طمام هساني ينطي تكون معلومات كلش هواية تخص سورايسيز وتخص الإصابة الفطرية معلومات ما موجودة بالمنزمة في سبيل أنه أفيدكم وتكون عندكم يعني تكونون متمكنين من المادة إن شاء الله ما قصرت بالمادة مثل ما قلت أنه عبروني على القحة بس أنا يعني حرفيا ماذيتني هالأيام ربو ماذيني تشاني إياكم أخوكم حسين الغانمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته